ترجمة نانسي قنقر ملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه تتضمن دعوة جلالته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل وسلم الرسالة إلى صاحب الجلالة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء معهل الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال استقبال جلالته له يوم أمس حيث أطلع جلالته على التحضيرات الجارية لأعمال القمة الخليجية وقد أعرب جلالته عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة متمنيا لأعمال القمة المرتقبة كل التوفيق والنجاح بهدف تعزيز مسيرة المجلس المباركة وتعميق الترابط والتعاون المشترك لتحقيق تطلعات أبناء دول المجلس والبناء على ما تحقق من إنجازات هامة في مختلف المجالات وأشهد جلالة الملك المفدى بحكمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ومساعيه الخير لتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك مشيدا بدوره القيادي الرائد في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والحفاظ على مصالح دولها وشعوبها والدفاع عن قضاياهم كما أعرب جلالته عن تقديره للجهود الموفقة التي يواصل بذلها معالي الأمين العام وجميع منتسبي الأمانة العامة لتعزيز التنسيق والتعامل بين الأشقاء وترسيخ مكانة هذا المجلس المبارك ومتابعة تنفيذ قراراته لصالح دوله وشعوبه الشقيقة